أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحولية والتاقة الجديدة والمتجددة ولفت سيد الرئيس إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد كما تواصل بصر وهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحولية والطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع خطتنا وأهدافنا الطموحة لتعزيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر